ترأس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع بحضور عدد من الوزراء ورؤساء ومسؤولي الجهات المعنية وكلف مدبولي بوضع آلية ثابتة ومستدامة لتحقيق التوازن في الأسواق كما أكد استمرار الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية سعيا لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع بما يسهم في توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين لافتا إلى أهمية التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية كما شدد على أهمية الرقابة المستمرة على مختلف الأسواق من جانب مختلف الجهات الرقابية المختصة والتعامل بحسم مع أي محاولات لإخفاء السلع واحتكارها